موسيقى أسعد الله أقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة والبداية من شبكة شام الإخبارية نطالع في أبرز عنوينها جلدي نظام الأسد يقيمون في مراكز إيواء اللاجئين حيث عرضت قناة RTL الألمانية تقريرا تلفزيونيا وثقت فيه وجود أعضاء في أجهزة أمن نظام الأسد كانوا يعذبون السجناء في سوريا بين مقدمي طلبات اللجوء في ألمانيا الجمعة الماضية ولفت التقرير إلى أن من وصفتهم جلدي نظام الأسد يقيمون داخل مراكز إيواء اللاجئين دون ملاحقة قانونية وقالت القناة أن مراسلتها أنتونيا رادوس عثرت على بعض هؤلاء الذين يسميهم السوريون الشبيحة في مراكز إيواء اللاجئين بألمانيا وتحدثت معهم وذكر موقع دوتشي فيلي الألماني أن التقرير وثق أن الشبيحة هم من أصحاب السوابق ومحكوم عليهم بالسجن في سوريا لسنوات طويلة إلا أن عملهم مع النظام خفف عنهم العقوبات وهرب بعضهم بعد إطلاق سراحه إلى ألمانيا ونطالع في عنوان آخر الأردن أعداد السوريين في البلاد اقتربت من المليون ونصف حيث قال مدير مدرية شؤون اللاجئين السوريين العميد المهندس جهاد غالب المطر لأن يتم إدخال أي سوري وخاصة من المتواجدين على الحدود الشمالية الشرقية قبل التشييك والتدقيق الأمني وأكد في مقابلة مع صحيفة الرأي الأردنية أن الاعتبارات الأمنية حق سيادي لن نتهاون به وتنفذه الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بكل اقتدار وكشف المطر عن إصدار بطاقة ممغنطة نظام بصمة العين للسوريين سواء لاجئين أو غير لاجئين مقيمين على أراضي المملكة وبيّن أن عدد السوريين المقيمين في المملكة قبل الأزمة السورية وبعدها داخل وخارج المخيمات لغاية 13-1-2016 وصل إلى نحو مليون و369 و231 سوريا ونقرأ في خبر آخر الكويت انطلاق حملة تبرعات لإعانة سكان مضايا وجاء في تفاصيل الخبر أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي حملة شعبية لجمع التبرعات لإغاثة المنكوبين في بلدة مضايا السورية الواقع بريف دماشق وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية هلال الساير في تصريح صحفي إن الحملة سوف تستمر خمسة أيام في مقر الجمعية على فترتين صباحية ومسائية موضحا أنه يمكن التبرع كذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية وبدأ الاثنين الماضي دخول شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى بلدة مضايا غرب دماشق المحاصرة منذ سبعة أشهر من قبل قوات الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني ما أسفر عن موت 23 شخصا جوعا بحسب تقرير نشره المركز الطبي في البلدة وأضاف الساير أن تلك المبادرة تأتي استجابة للحالة الإنسانية ولما يعانيه الأشقاء في سوريا من أوضاع مأساوية قاسية جراء الحصار في بلدة مضايا لافتا أن الجمعية سارعت إلى إطلاق حملة التبرعات بغية تخفيف تلك المعاناة ونقرأ أيضا وزارة خارجية نظام الأسد تتهم تركيا بخرق حدودها حيث أرسلت وزارة خارجية نظام الأسد رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أدانت فيهما الانتهاكات التي تتعرض لها الحدود السورية من قبل القوات التركية كما اعتبرت الخارجية السورية في رسالتها أن تركيا انتهكت سياسات حسن الجوار والمواثق الدولية واتهمت الخارجية في رسالتها أيضا حكومة أردوغان وحملتها مسؤولية ما تتعرض لها سوريا طيلة الخمس سنوات الماضية واعتبرت أردوغان الممول الرئيسي للإرهاب في سوريا وتسهيل مروره إلى سوريا كما طالبت تركيا بالكف عن المساس بالأراضي السورية بحسب ما جاء بالصحيفة وبالانتقال إلى صحيفة عنب بلدي نقرأ في العنوين تنظيم الدولة يسلم مناطقه في جنوب دمشق إلى أحرار الشام حيث جاء في تفاصيل الخبر تدول ناشطون في جنوب دمشق معلومات عن تسليم تنظيم الدولة مقراته في منطقة الحجر الأسود إلى لواء ضحى الإسلام المنضوي تحت حركة أحرار الشام الإسلامية وعلمت عينب بلدي من أحد ناشطين منطقة ورفض كشف اسمه أن التنظيم بدأ فعليا يوم الأحد في السابع عشر من كانون الثاني بتسليم مقراته لضحى الإسلام تمهيدا لخروجه إلى المنطقة الشرقية وفق اتفاقية مع النظام السوري برعاية أممية وأعلن لواء ضحى الإسلام انضمامه إلى حركة إحرار الشام الإسلامية في أيار عام 2015 ويعتبر من أبرز الفصائر العاملة في الجنوب الدمشقي بحسب ناشطين وأوضح موقع ربيع الثورة المهتم بنقل إخبار الجنوب الدمشقي أن مجموعة من الجيش الحر في بلدة يلدا دخلت اليوم إلى الحجر الأسود بزعامة القيادي أبو الفدا لتتسلم مواقع التنظيم قبيل خروجه وبالانتقال إلى موقع كلنا شركاء نطالع في العنوين البطرك أفرام كريم والعميد محمد ديب يرعيان مصالحة بين سوتورو ولي بجيه حيث تساءل كاتب المقال سليمان يوسف هل يمكن للمصالحة الهزلية التي قام بها البطريارك السرياني أفرام كريم بزيارته إلى القامشلي هذه الأيام وتوجت بتبويس اللحة بين الجنرال سارغون قائد السوتورو أي مكتب الحماية والجنرال جوان قائد الأسايش الكردية في القامشلي برعاية أحد جنرالات أمن النظام السوري محمد ديب والذي يعرف بضابط ارتباط بين قوات النظام والميليشيات المحلية وتنطوي تلك الرسائل الدموية وتمحو أثارها هل يمكن لهذه الزيارة أن تطوي تلك الأثار الدموية وتمحو أثارها وتداعياتها الخطيرة في العلاقة الكردية السورية السريانية أيضا والأرمانية وهل ستؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الشراكة الحقيقية والاعتراف بالآخر كشريك وليس كتابع وعبيد أتمنى ذلك لكنني أشك بجدية وجدوى هذه المصالحة الكوميدية مصالحة لا تستند إلى وثيقة مكتوبة واستحالة صمودها لطالما تعارضت وتناقضت الأجندات والأهداف ونقرأ في عنوان آخر تنظيم الدولة يبيع النحاس للنظام في دمشق حيث وقف مقاتلو الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام أمس الأحد أوقفوا عددا من الشاحنات المحملة بالنحاس القديم أي الخردة كانت في طريقها إلى مدينة دمشق عبر حاجز العسالي الفاصل بين جنوب دمشق المحاصر والعاصمة دمشق قادمة من مناطق سيطرة تنظيم داعش في الحجر الأسود ولقل ناشطو تجمع ربيع ثورة عما اسمه مصدر خاص أنه تبين عند التحقق من حمولة الشاحنات أنها تحوي أكثر من مئة طن من مادة النحاس مصدرها تنظيم الدولة في حي الحجر الأسود وتابع المصدر أن عناصر التنظيم بدأوا بتنظيف طريق السادكوب الذي يصل بين حي العسالي والعاصمة دمشق والذي يعتبر خط جبهة أيضا وذلك لإخراج الشاحنات عبره وجاء في خبر آخر وفاة 14 مريضا في مستشفى القامشلي الوطني بسبب الأكسجين حيث أكدت مصادر طبية من داخل المستشفى الوطني في مدينة القامشلي لكلنا شركاء أن 14 مريضا في المستشفى فقدوا حياتهم كحاصلة أولية بسبب الانقطاع المفاجئ لمادة الأكسجين عنهم وقال المصدر أن خطأا فنيا أدى للانقطاع ولحين تدارك المشكلة لإنقاذ حياة المرضى واجهت الفنيين مشكلة في الكهرباء الأمر الذي صعب من مهمتهم والسلطات المحلية في المدينة التي تدار من النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي البيدي إلى الآن لم تعلن عن أي شيء يتعلق بالموضوع بما فيه الإدلاء بصحة الخبر أو نفيه رغم تأكيدات المصدر من معلوماته وبالانتقال إلى العرب الجديد نقرأ في العناوين داعش يختطف أربعمائة مدني إثر الهجوم على دير الزور حيث جاء في تفاصيل الخبر أقدم تنظيم الدولة الإسلامية داعش إثر هجوم شنه أمس على مدينة دير الزور في شرق سوريا على خطف ما لا يقل عن أربعمائة مدني بينهم نساء وأطفال وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوما الأحد وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنه إثر هجوم داعش على مدينة دير الزور أمس خطف أربعمائة مدني على الأقل من سكان ضحية البغيلية التي سيطر عليها ومناطق أخرى محاذية لها في شمال غرب المدينة وأوضح أن بين المغتوفين وجميعهم من الطائفة السنية نساء وأطفال وأفراد عائلات مسلحين موالين لنظام مشيرا إلى نقل المغتوفين إلى مناطق سيطرة التنظيم ونقرأ في عنوان آخر إيران ما بعد إنجاز المهمة الصعبة ترقب وتفاؤل وجاء في تفاصيل الخبر انتظر الشارع الإيراني طويلا سمع خبر إلغاء العقوبات الاقتصادية عن البلاد بعد سنين طويلة من دفعه الثمن وهو ما تحقق بالفعل مساء أول أمس السبت معيدا أجواء الفرحة إلى الشارع الإيراني والتي كانت قد سادت مع توقيع الاتفاق النووي الإيراني قبل أشهر لكن ردود الفعل الإيجابية في الداخل الإيراني ترافقت مع تخوف من ضغوط وعقوبات جديدة على إيران خصوصا بعد كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يامين تنياهو الذي وصل التحذير من مخاطر النووي الإيراني وكلامه عن أن طهران تريد القضاء على إسرائيل وغزو الشرق الأوسط فيما جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأحد لتشيد بالتقدم التاريخي الذي تحقق بفضل الدبلوماسية الأمريكية لكنه شدد في الوقت نفسه على الخلافات العميقة التي لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران وبهذا العنوى مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة